سالخير طالت الغيبة ورجعنا لكم من جديد وكانت اني اني اغيب شوي وارجع لكم بعض الحلقات اللي تكون منتظمة وتنزل بشكل اسبوعي لكن اللي صار انه ما صار تم تصوير بعض الحلقات وجالسين نشتغل على البقية وقريبا ان شاء الله رح تنزل الحلقات بشكل منتظم اسبوعيا لكن هذه الحلقة استثنائية لاني رح اعطيكم بعض الاقتراحات القضية مهمة وقصة واقعية وهي القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني عدل الاعمال اللي صورت بين السينما والتلفزيون تناقش القضية الفلسطينية كبير جدا واختصارا للوقت رح اعرض لكم ثلاثة اقتراحات لأهم الاعمال اللي تعطي ناظرة شاملة وقريبة جدا لمعاناة الشعب الفلسطيني والتغيرات التي حدثت اجتماعيا وسياسيا وثقافيا الترتيب اللي اقترح في هذه الاعمال هو بناء على سنة الانتاج وليسها الافضل نبدأ باول اقتراح وهو فيلم المتبقي فيلم المتبقي احد انتاجات السينما السورية ومن تأليف الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني ومن اخراج المخرج الايراني فرجالله دادا القصة تبدأ مع تواجر العصابات الصهيونية في فلسطين بالتزامن مع خروج القوات البريطانية وانتهاء الانتداب البريطاني في سنة 48 وتبدأ بعدها سلسلة جرائم ترتكبها العصابات اليهودية بحق الشعب الفلسطيني وتهجير الامني ونعيش هذه المعاناة مع سعيد وهو طبيب من حيفا بعد سلسلة من الاحداث يقتل هو زوجته ويبقى طفلهم الرضيع وحيد في شقتهم خلال هذه الفترة تستولي العصابات الصهيونية على هذا المبنى وتسكن عائلة يهودية في شقة الطبيب سعيد ومثل ما استولوا على الشقة استولوا على الطفل كذلك ويقرروا تبني هذا الطفل وتغيير اسمه لكن تبدأ بعدها رحلة جدة الطفل لمحاولة استعادة حفيدها من صهاينة الفيلم بالنسبة لي من اكثر الاعمال اللي ترك بصمة في ذاكرتي عن معاناة الشعب الفلسطيني وعمق القضية الفلسطينية بسبب الواقعية اللي اخرجها المخرج في هذا العمل بالتزامن مع القوة التمثيلية من نخبة التمثيل العربي على رأسهم جمال اسليمان وغسام مسعود وسلم المصري وبسام كوسا ثاني عمل هو التغريبة الفلسطينية اعظم واقوى الانتاجات العربية اللي ناقشت القضية الفلسطينية على الاطلاق من ابداعات الثناء اللي قدمونا مجموعة من الاعمال العربية الخالدة الكاتب دكتور وليد سيف والفنان المخرج حاتماني التغريبة الفلسطينية مسلسل من 31 حلقة لعائلة فلسطينية تكافح الفقر من ايام الانتداب البريطاني وصولا للنكبة وتبدل احوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعد تسلط العصابات الصهيونية وتهجير المواطنين واستعراض الحالة الصعبة للمهجرين في المخيمات ندخل عن مهم ان المسلسل يعتبر عرض شامل لجميع الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية وتبدلها حسب المواقف ونشأة الثورة الفلسطينية الكبرى والمقاومة وفي الناحية الاجتماعية نشوف التنوع الثقافي والاجتماعي بين مختلف الطبقات بين الشاعر والطبيب والفقير والفلاح والام والمرأة المكافحة والرجل المقاوم والخان وكل هذا في قصة وسيناريو محكم وحوارات عظيمة واخراج على مستوى عالمي ولو كنت من الناس اللي تقول ان الاعمال العربية ضعيفة وما فيها عمل قوي ويظهر على المستوى العالمي فانت ظالم نفسك لانك ما شفت التغريبة الفلسطينية هذا العمل يعتبر استثنائي مو بس عشان قصتها مو بس عشان القضية اللي يناقشها مو بس في الانتاج الضخم بل في كمية النجوم والاسماء اللي شاركت في التمثيل في هذا العمل وعلى رأسهم الفنان القدير الراحل خالد تاجة وجولييت عوار وكذلك باصل خياط وتايم حسن ويارا صبري ورامي حنة ونسرين طافش وكثير من النجوم اللي كانوا شباب في وقتها وحاليا من اعمدة التمثيل العربي وثالثا مسلسل الاجتياح الاجتياح هو المسلسل العربي الذي وصل للعالمية بعد ما كواشت على بعض الجواز في العالم العربي حصل على الإمع عن فئة المسلسلات الطويلة التي عرضت خارج الولايات المتحدة تأليف السوري رياض سيف والمخرج التونسي شوقي الماجري اللي اعطانا صورة مختلفة وتكوين بصري مميز في الدراما العربية الحديثة المسلسل استعراضلنا الوحشية الصهيونية في مرحلة معينة سنة 2002 بعد قرار اجتياح الضفة الغربية واستيطان أراضي عربية أكثر ومحاصرة مخيم جنين اللي صارت في مجزرة فضيعة بحق الفلسطينيين تزامن هذا الحدث مع حصار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وحصار كنيسة القيامة في 33 حلقا شوف واقع الشعب الفلسطيني المعاصر ومقاومته ومواجهته للاحتلال الإسرائيلي بأبسط الإمكانيات في مقابل جيش بكامل عتادة العسكري والمتطور يبين لنا أن المطامع الإسرائيلية ما تعترف بحدود ولا اتفاقيات دولية ولا معاهدات هذا العمل من بطولة الفنان السوري القدير عباس النوري والفنانة الأردنية صبا مبارك ومنذر رياحنا قديمة قاندلفت وختاما أنوه أن هذه الأعمال فيها أهم المراحل اللي مر فيها الشعب الفلسطيني من أيام الانتداب البريطاني وصولا إلى قيام الدولة الإسرائيلية الغاصبة وأتمنى تشوفوها وتتعرفوا على أبشع صور الاحتلال في العالم وتعرفوا أن لديكم أخوان يسعون للحرية والعودة إلى وطنهم شاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم واللي حولكم عشان نبقى على اطلاع ومعرفة تاريخنا العربي وعطونا اقتراحاتكم في التعليقات على أعمال نقشة القضية الفلسطينية وتستحق المشاهدة وأتمنى أن الجميع يكونوا بخير وسلام